بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادة ودي حتكون عن البرودكاست او رسائل في المحاضرة دي حنتكلم عن اننا بعد ما استقبلنا الناس على البوت وضفناهم بالتاجز نقدر نبعث لهم بعد كده رسائل ان كان دعاية او محتوى مفيد بس لازم نهتم طبعا بقوانين الفيسبوك للرسائل والبوت وكمان نعرف ازاي نعمل استهداف للناس اللي احنا صنفناهم في البوت زي ما اتكلمنا في المحاضرة الرابعة عن الفرق بين الفلوز والبرودكاست والسيكونس هنشوف مع بعض هنا البرودكاست او اللي هو الرسالة او مجموعة الرسائل او رسالة ومربوط بيها ازاي بنستخدمها او ازاي بنشتغل عليها طبعا احنا اول حاجة احنا عملنا الاستقبلنا الناس عملنا البروت والاستقبلنا الناس على серيكونس وسجلنا الناس دول قسمناهم مجموعة اسئلة عشان نفلترهم ونحطهم في تاجز عايزين نرجع نريترجت الناس دول او نبعث لهم بروموتينز او نبعث لهم او نبعط لهم البرودكت بتاعنا ايه الحاجات اللي احنا بنقدمها برسائل بنحددها بوقت معين عندنا مسلا او عندنا عايزين نعمل اعلان او حملة لتسويق منتج معين لسه احنا بنزلينه او العرض معين احنا عايزين الناس تسجل فيه فبنبدأ نبعط لهم لكل الناس اللي مسجلين عندنا بغض النظر سجلوا مبارح سجلوا من شهر سجلوا من سنة كل سبسكرايبرز او كل الاودينس اللي موجودين عندنا في التشاتبوت بنبدأ نعمل برودكاست بنيو برودكاست هنا البرودكاست هو عبارة زي ما احنا قلنا لازم يبدأ برسالة في الاول وبعد الرسالة ديا ممكن احنا نقتاشه لايه لفلو نقتاش فلو معه او مجموعة من الرسالة التانية نبدأ نشتغل بالرسالة هنا مسلا هنقول اه هنقول مسلا اه هنقول مسلا اه هنقول 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 اه هن وانس ان هو يجاوب على السؤال ده نبعته على فلو مصمميون وهو يكمل بيه البرودكاست اللي احنا عايزين نوصل بيه الوفر للكاستمر طيب كده احنا عملنا المسج او مجموعة المسجس الخاصة بالبرودكاست اللي عندنا نبدأ نشوف المسج دي هتتبعت لمين وحتتبعت ازاي عندنا زي ما تكلمنا في الاول خلص ان فيه ثلاث انواع من البرودكاستنج يا اما non promotional content او promotional content او follow up طيب احنا لو اخترنا non promotional content يبقى الرسالة بتاعتنا الاولانية او الرسالة حتتبعت ما يكونش فيها اعلان ويكون فيها تفاعل مع الكاستمر بتاعنا في الحالة دي هنقدر نحنا نبعت الرسالة بتاعتنا لكل السبسكريبرز اللي موجودين عندنا او كل اللي موجود عندنا على ونسلكت منه على حسب المجال اللي احنا نوع الرسالة اللي احنا بعتنا هل الرسالة دي هتكون عشان حل مشكلة او عشان تحديد او معين على حسب اللي احنا نشتغل عليه في الجالب هنخليها بان احنا نديله في الاول ولما هو يتفاعل نبدأ بعد كده تاني يوم نبعت له رسالة هنعتبر ان احنا كنا بعتنا في الاول نان بروموشنال كونتنت بعتنا في اليوم اللي قبل كده وحنبعت النهاردة بروموشنال كونتنت الفرق بينهم ايه ان البروموشنال كونتنت ما ينفعش ان انا بعت رسالة فيها بروموشن الا ما يكون الكاستمر متفاعل معي في اخر 24 ساعة يعني انا دلوقتي لما اخترت بروموشنال كونتنت ما فيش حد كان تفاعل معي من الاودينس في خلال اخر 24 ساعة او بعت لي رسائل على البيتج بتاعتي فانا بعمل ايه انا ببعت حاجة تكون بتشد الكاستمر في الاول كانان بروموشنال كونتنت ما فيهاش اي اعلانات ما فيهاش اي كوبون ما فيهاش اي دسكاونت بمعلومات مهمة وعشان يدونلود لازم حيضغط على يس او نو او يتفاعل معي فيبعت لي رسالة وفي خلال اقل من 24 ساعة حبدأ ابعت الرسالة العدد الرسالة التانية بتاعتي انها تكون. حيظهر لي عندي هنا عدد الاديينس اللي كانوا متفاعلين ان كان تفاعل بتاعي 80% ف80% من ال الربعمية اللي موجودين هتلاقيهم ظاهرين عندي هنا عدد الناس اللي هيستقبلوا الرسالة وهو يكون او في اللي وفي الجالب ده ما بنستخدمه nuevos الو هو المقصود بان يكون في افنت معين او يكون في حاجة معينة هو ب 측او على كان ايه الموجود بيتراك عليها كونتيند بروموشنال بروموشنز ان كانبي ات اني تايم لكن للمتد للسبسكرايبرز اللي هفنات الريدي رسيف افولو اوب ميسج انت مبعتلهمش قبل كده فولو اوب ميسج في الجالب احنا بنستخدم النن بروموشنال والبروموشنال بنبعتنان بروموشنال في الاول وفي خلال 24 ساعة اللي حيتفاعل فيهم الكاستمر قبل ما يخلصوا بنكون بعتنلو البروموشنال كونتنت فبيكونوا رسالتين ملحوين ببعض ده الجزء الخاص بنوع الرسالة نفسها اللي حنبعتها طيب نيجي للتارجتينج او الكنديشن اللي احنا حنبعت عليه الرسالة بتاعتنا هتوصل لمين بالزبط احنا اخترنا مثلا في البداية الاولية نكون ننبو موشنال كونتنت وحنشوف ايه اللي احنا حنتارجت بيه احنا نقدر نتارجت بالتاجز بنختار ساي الناس اللي نشوف العدد الكبير اللي عندنا هنا مسلا انا كنت نقسمهم انجلش واربك الانكم بتاعهم التولز البروفيت والايكم والسي بيه مسلا حنبعت لكل الناس المهتمين بالسي بيه العرض بتاعنا زائد كونديشن تاني ان هما يكونوا او او سيكون سبسكريبشن الناس اللي كانوا مساجدين في سيكونس معين من السيكونس اللي احنا اشتغلنا عليها او بقى على حسب البيانات اللي هنا الناس اللي لوجه عندهم او لوكل او تايم زون او واتفر كان ايه احنا عايزين نقسم بيه اللي موجودين عندنا او من اللي احنا بنحطها في بتاعتنا فهنا مسلا احنا بنبعت رسالة دي لكل الناس اللي كانوا مختارين في مجال شغلهم عايز ابعت البرودكاست ده دلوقتي ولا اس affed لا الكلام دا واحددهم عاد فى اليوم الفلاني فى الوقت الفلانى قبل مثلا بتاعي بتاعي بتاع الكمبيين بساعة او بساعتين يتبعت له الرسالة دى وبعدها يتبعت له رسالة تانية وبعدها يتبعت له رسالة تلتة ببرودكاز معمل لها او وهنا بشوف Argentinaapan si كل الكلام دون. يعني ابعت الرسالة دي لكل الناس في نفس الوقت. ولا ابعتها او مقصود بالتايم ترافل ان انا ابعتها لهم في في اوقات معينة على حسب يعني مسلا الساعة اتنين. يبقى الساعة اتنين هنا والساعة اتنين في امريكا والساعة اتنين في المكان الفلاني على حسب الساعة اتنين في البلد السبسكرايبر ده جاي منها. مش كلهم في نفس الوقت ان انا مسلا حبعت الساعة اتنين تظهر بتوقيت البلد اللي انا فيها. ممكن دي تكون في وقت جير مناسب بالنسبة للسابسكرايبر اللي موجود عندي. او ممكن اقول ان في اوقات معينة ابعت من كزا الكزا على حسب الوقت اللي موجود عنده هناك عشان متكونش في الاوقات المزعجة بالنسبة له. انا عايز لما توصله رسالة يطلع شكله ايه. هل ولا يظهر. لان لو في اكتر من رسالة ما يفضلش الموبايل يفضل يعمل عنده او يظهر عنده اكتر من حيب او هو اللي يظهر عنده. او ان هو يظهر بس على شاشة من جير ما وده لما يكون ببعث رسالة كتير. بعدين بتعمل بتتبعت الرسالة. كده بنكون بعتنا برودكاست لل 226 يوزر مسلا اللي هما كلهم اه مهتمين بالسي بي ايه عندنا. وبنستنى التفاعل معهم بعد ما نخلص. هنا بعد ما بتتبعت الرسالة بنبدأ نشوف الاوبن ريت الكليك سوري ريت والتفاعل بتاع الناس على الرسالة دي كان شكلها ايه. يعني هنا كان فيه رسالة في عشرة مايو 2019 اتبعتت في الوقت الفلاني اتبعتت ل 291 اللي قرى الرسالة منهم 80 80 80 في المية 234 هنا 82 في المية 93 96. هتلاقي في البداية اول رسالة هي اللي كانت واحدة اوبن ريت عالي بعدين بتبدأ تقل شوية بشوية. لكن ستيل وزن التمانين في المية. احنا منتفقين عليهم في موضوع بتاعي بيكون في حدود تمانين في المية. السي تي ار بتاعي 18 في المية 26 في المية. اربعة وخمسين في المية برضو كان في الاول كبير. وبعدين بيبدأ يقل شوية بشوية. وهكزا بقيت الاحصائيات. زي ما احنا قلنا بتبدأ تتكل جوة رسالة وتشوف التفاعل بتاع الناس. كان واحد زر وعمل اوبن وضغط على ضغط على اللينكس وتنقل الخطوات اللي بعدها وهكزا. وهنا طبعا بنشوف السكيديولد او اللي متخطط لها انها تتبيعت بجدول معين بتاريخ معين بتظهر عندنا في السكيديولد المفروض يا تتزارة. موسيقى